مرت في الحلوة بقى التعبى بقى التعبى ولا سحر انت موسيقى وأغاني ورأس داخل حرم المسجد فيديوهات وصور عقد قران بنت الأعلامية مفيدة شيحاء المتدولة داخل صحن مسجد محمد علي بالألعة تصير غضب واستياء الجماهير حيث علق الجمهور كاتباً شيء غير مفهوم وأمر لا يمكن تقبله وهو فتح ساحة مسجد محمد علي باشا لتكون قاعة أفراح للرأس بمقابل مادي المفروض وظيفة المنشأة هي الصلاة والدراسة وتحصيل العلوم مش منطقي أبداً إننا نطلع فلوس من أي حاجة بالطريقة الفجة دي في حين اعتبر رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية عبد الرحيم ريحان بأن الواقعة تعدي وعدم احترام للدين الإسلامي ويجب محاسبة وإقصاء ومحاكمة كل المسؤولين لأن ذلك يعد تدنيس وعدم احترام للدين وازدراء للإسلام بشكل كامل وشدد على إن صحن المسجد هو جزء من المسجد وما حدث مرفوض تماماً وضد الأخلاق والقيم ورفضت الإعلامية مفيدة شيحة التعليق على هذا الجدل المصار حولها والاتهامات اللي طالتها بانتهاك حرمة المسجد وأوضحت في تصريحات صحفية إنها بتتعمد عدم التعليق حتى لا ينتشر الموضوع ويتم نسيانه سريعاً اشتركوا في القناة